السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي العزاء هنتكلم النهاردة عن الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية بتبع عبارة عن تجويف موجودة خلال عزام الوجه وعزام الجمجمة. بيتم التوصيل ما بين الجيوب الأنفية وتجويف الأنف اللي هو نازل كافتي واللي بيكون مبطط من الداخل بطبقة اسمها ميكوزا او اسمها نازل ميكوزا. ووظيف التجويف الأنف هو ترطيب وتدفئة الهواء اللي داخل الى الرأتين وازالة الاجزاء اللي محمولة عن طريق الهواء قبل دخولها الى الرأتين. المهم ان الجيوب الأنفية دي بتتسمى بناء على اسماء العزام اللي موجودة خلالها. ففيه عندنا اربع جيوب للأنفية وهم الفرونتال sinuses والاسمويد sinuses والسفينويد sinuses والمجزلاري sinuses. ثاني ده منظر جانبي بيوضح لنا الجيوب الأنفية الاربعة. الفرونتال sinuses والاسمويد sinuses والاسفينويد sanus والمكزيلاري سينيسز. اول الجيوب الانفية اللي هنتكلم عنها هي الاسمويد سينيسز. والاسمويد سينيسز بتكون موجودة خلال او احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الاسمويد بون بيتكون من اربع اجزاء. ده شكل تقريبي بيوضح لنا الاسمويد بون. الجزء الاول هو الجزء الافقي وجزء عمودي وكتلتين على الجانب اسموهم او لاترال الاسمويد سينيسز او الجيوب الانفية للعضم الغربالي بتكون موجودة في الكتلتين الموجودين على الجانب. فدي صورة بتوضح لنا الاسمويد سينيسز. والاسمويد سينيسز بتقسم لما جمعتين انتيريور جروب وبستيريور جروب. بيفصل ما بينهم حاجة اسمها بيزا لاملة. بس قبل ما نعرف الانتيريور جروب والبستيريور جروب في حاجة مهمة لازم نعرفها وهي تجويف الانف. الشكل ده بيوضح لنا تجويف الانف. تجويف الانف بيتم تقسيمه لتلت اجزاء. جزء علوي وجزء متوسط وجزء سفلي. بناء على تلت بروز موجودين خلال تجويف الانف. البروز الاعلى بيطلق عليه اسم سوبيريور نازل كونكي. والبروز المتوسط بيطلق عليه اسم ميدل نازل كونكي. والبروز الاسفل بيطلق عليه اسم انفيريور نازل كونكي. المهم ان السوبيريور نازل كونكي يكون موجود تحته ممر بيطلق عليه اسم سوبيريور سوبيريور نازل ميتس. والميدل نازل كونكي بيكون موجود تحته الميدل نازل ميتس. وكذلك الانفيريور نازل كونكي بيكون موجود تحته الانفيريور نازل ميتس. هنا بيتم تقسيمهم لانتيريور جروب وبستيريور جروب. مجموعة امامية ومجموعة خلفية. المجموعة الامامية بيفصلها للمجموعة الخلفية حاجة اسمها بيزل لاملة. البيزل لاملة بتكون عبارة عن طبقة صغيرة متصلة بالميدل نازل ميتس من الداخل وبتتصل بالجدار الداخلي للعين واللي بيطلق عليه اسم التصريف الخاص بالانتريور جروب بيكون خلال الميدل نازل ميتس والتصريف الخاص بالمجموعة الخلفية بيكون عن طريق سوبرير نازل ميتس تاني ادي هنا البستيريور جروب الخاص بالاسمويد بون والانتريور جروب الخاص بالاسمويد بون بيفصل ما بينهم طبقة اسمها بيزا لاملة بتوصل ما بين الميدل نازل كونكي والجدار الداخلي للعين اللي هو اسمه لمنا بابريشيا البستيريور جروب بيكون تصريفها عن طريق سوبرير نازل ميتس والانتريور جروب بيكون تصريفها عن طريق الميدل نازل ميتس بعد كده ندخل على المجزيلي ريسينيس واللي عبارة عن تجويفين موجودين خلال المجزيلي بون المجزيلي ريسينيس بيكونوا على شكل مسلس وهم اكبر الجيوب الانفية بيفصل ما بين المجزيلي ريسينيس وجدور اسنان الفك العلوي طبعة بسيطة جدا علشان كده من الصعب التمييز ما بين الاعراض الخاصة بالتهاب الجيوب الانفية للمجزيلي ريسينيس والعدوى الخاصة باسنان الفك العلوي التصريف الخاص بالمجزيرة سينسيس بيكون عن طريق الميدل نزل ميتس نيجي بعد كده للإسفنويد سينسيس والإسفنويد سينسيس بتكون موجودة أسفل السلة تيرسيكا سلة تيرسيكا كلمنا عنها في الإسفنويد بول بتحتوي على البيتويتر جلاند الغدة النخامية أدي سجيتال فيو لأشعة مقطعية بتوضح لنا الإسفنويد سينسيس هي موجودة أسفل السلة تيرسيكا الإسفنويد سينسيس بتتصل بممر بيطلق عليها اسم سفينو سمويدل ريسيس الإسفنويد سينسيس بيكون تصريفها عن طريق الإسفنويد سمويدل ريسيس اللي بيتصل بعد كده بالسبيريور نزل ميتس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر